السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم مشاكل الصوت في نظام التشغيل لينوكس هي واحدة من أكثر المشاكل اللي بتواجه المستخدمين بشكل مستمر ودائم سواء كنت على ديبيان سواء كنت على أوبونتو على فيدورا على أرش فدائما بتسمع الناس عمالها تقولك أن الصوت مع ماله يشتغل هذا الكلام بينطبئ على الأجهزة المكتبية بينطبئ على اللابتوب يعني دائما راح تشوف أنه في عندك مشاكل بعض الناس ما بتواجه مشاكل أبدا بس إذا في عندك شخص واحد عانى من المشكلة فالمشكلة موجودة خلينا أول شي نشوف شو هي هيكلية الصوت بنظام لينوكس بشكل عام وبعدين منشوف كيف ممكن أنه انحل أغلب المشاكل يعني في بعض المشاكل ما راح أقدر أني حلها لأني ما بعرف شو هي المشكلة اللي عمالها تواجهك بس راح نشوف نظرة عامة عن شو هي المشاكل وكيفية الحلول يعني أنت بعد ما تشوف الأدوات اللي راح نشوفها اليوم ممكن أنك لحالك يعني أنك تحل المشكلة اللي عمالها تواجهك أول شي الصوت بلينوكس بين اسم لقسمين أساسيات في عندي قسم اللو ليفل اللي هو بيتعامل مباشرة مع الهاردوير يعني في عندي الطريقة اللي الكرنل بتتعرف فيها على الهاردوير عن طريق ما يسمى الألسة اللي هي Advanced Linux Sound Architecture هي عبارة عن كل الدرايفرات أو درايفرات الصوت المبنية بلينوكس بالنواة بشكل عام واللي بتتعرف على كرت الصوت اللي موجود بجهازك طبعا ألسة ممكن أني استخدمها لحتى أني أحصل على الصوت مباشرة بس باعتبارها أنها Low Level وعلى مستوى النظام والكرنل فالتعامل معها صعب هون بيجي عندي دور السيرفرات بيجي في عندي ما يسمى الأكتر استخداما اللي هو Pulse Audio بعدين في عندي هات المناسب للاستخدام اليومي وللأشخاص العاديين مثلي ومثلك اللي ما في عنا ضرورة لأنه يكون أنه ما بنعمل عملية أنتاز صوت ما بنستخدم النظام لإنتاج الموسيقى مثلا فالPulse Audio كافي بعد الPulse Audio بيجي عندي سيرفر تاني اللي هو الجاك الجاك كمان هو السيرفر مثله مثل الPulse Audio ولكن يتم استخدامه من قبل الأشخاص اللي بيأنتجوا محتوى مسموع لأنه الجاك بيحتاج أنه يكون في عندك كيرنل مع Low Latency يعني في عندك ما في عندك أي تأخير بين اللحظة اللي بتسجل فيها الصوت واللي بيوصل للكوميوتر في عندك الريال تايم بكيرنل لحتى يكون كمان فيها عملية Optimization لحتى تقلل اللي تنسي بالقدر المستطاع طبعا أنا ممكن أني استخدم الجاك للاستخدامات اليومية عن طريق أني أربطه مع الPulse Audio لأنه أغلب البرامج اللي منستخدمها بشكل يومي هي متضمن من ضمنها مكتوبة هاي البرامج لتشتغل مع الPulse وليس مع الجاك هلأ بيجي دور القادم الجديد واللي عمال واللي يفترض أنه يحل كل المشاكل اللي بتواجهنا ألا وهو الPipeWire الPipeWire هو عبارة كمان عن سيرفر مثله مثل الاتنين اللي شفناهن بس يعتبر كبديل كربليسمنت للPulse Audio والجاك يعني أنا إذا نزلت الحزم المناسبة ما بيعود في عندي لاعي أنه الPulse Audio يكون موجود على جهازي أو الجاك موجود على جهازي بنزل الPipeWire وبنزل المكافئ له أو اللي بيخليه يتواصل مع البرامج اللي بتستخدم الPulse واللي بيخليه يتواصل مع البرامج اللي بتستخدم الجاك بشغل السيرفيس وبتكون الأمور محلولة هاي العملية بكل بساطة هلا الPipeWire موجود على أغلب التوزيعات صار موجود رح نشوف اليوم كيف بنزله على Ubuntu كيف بنزله على Arch ومشتقات هاي التوزيعات ما رح غطي ديبيان لأنه ديبيان بالإصدار إداعش موجود عليها الPipeWire بس لازم أني أعمل عملية التخصيص أو التفعيل بشكل يدوي لازم أني أكتب ملفات الConfiguration اللي التوزيعات الثانية ضمنتها بشكل افتراضي حسب الويكي الخاص بديبيان عم يقولوا أنه بالإصدار 12 رح تكون المشكلة تأتمتت مو مشكلة أو التأخر رح يكونوا وصلوا للأشياء اللي هلا الناس التوزيعات الثانية مستخدمتوا بس ديبيان بالإصدار القادم 12 إذا الله عطرنا عمر وظلينا عايشين للإصدار 12 واستمرت القناة بالمناسبة لا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى نوصل لهذه المرحلة أكيد رح نضطي بايب واير على ديبيان ما حكيت عن فيدورا لأنه فيدورا بتستخدم بايب واير بشكل افتراضي من الإصدار 34 خلينا أول شي نبلش مع Arch فأنا رح قل له pseudo pacman-s الحزم اللي بديها هي عبارة عن بايب واير بحد ذاتها وبعدين رح قل له pipe wire dash pulse بعدين رح قل له pipe wire dash alpha وبعدين متل ما شايف أنه أنا في عندي في عندي الإكمال التلقائي في عندي خيارين إما بنزل pipe wire dash media dash session أو بنزل wire plumber أنا شخصيا عمالي استخدم wire plumber والفيدورا بتستخدم wire plumber بس وبونتو على الأقل بالإصدار 21 بالإصدارات الأقدم ما بعرف شو الوضع وبالإصدار الجديد اللي رح يصدر بعد بنهاية هاتي شهر كمان ما بعرف بس الاتنين الإصدار 21 بيستخدم pipe wire media session هلأ أنا كل هاي البرامج بنزلها wire plumber هلأ بالنسبة لأارتش رح ننزل هدول البرامج هاد بالنسبة لعملية التنزيل ما في أي شيء تاني لازم أني أعمله طيب بعد ما نزل هدول البرامج على على أوبونتو الوضع مشابه تماما على أوبونتو بالنسبة للـ 21 الpipe wire نازل والpipe wire dash media dash session كمان نازل بس الpipe wire dash pulse ما له نازل فأنا بنزل البرنامج الثالث صح هو نازل بس ما له مفعل عملية التفعيل متشابهة على كل الأنظمة عملية التفعيل رح نقله system رح نقل له system ctl dash dash user enable ورح قل له wire plumber dot service هاي بالنسبة للـ media session اللي بيخلي الpipe wire يشتغل وبعدين بفعل رح قل له كمان system ctl dash dash user enable pipe wire dot service كمان بفعل هاي الميزة هاي الخدمة والخدمة الثالثة اللي رح نفعلها اللي هي pipe wire dash pulse بفعل الخدمات الثلاثة بعمل إعادة تشغيل للجهاز وبتكون النظام عماله يستخدم pipe wire عبضا عن pulse بهاي المرحلة إذا كان بدك تحسف pulse audio فممكن إنك تحسفه لأن ماعد في إلو داعي يكون موجود على الشهاز طيب هاي بحالة الخدمات اللي بدياها أو server هلا خلينا نشوف شو هي المشاكل اللي بعض الأحيان ممكن إنه تواجهك هلا إذا واجهتك أي مشاكل وإنت عمالك تستخدم عمالك تستخدم مواجهة رسومية فيها على سبيل المثال لنقول بنوم أو KDE بلاسما اللي من ضمن الإعدادات في عندي قسم خاص بإعدادات الصوت بعض الأحيان هذا القسم ما بيعطيك كل الحل للمشاكل فأنا أفضل إنك تنزل برنامج اللي هو pseudo pacman داش إيس اللي هي pavocontrol بتنزل pavocontrol هذا البرنامج أنا مالي منسؤول لإني ما بيستخدمه بس أنت بتستخدمه حالي من جديد ما عدت استخدمته بس هذا البرنامج يعني أفضل من إعدادات الصوت الموجودة بالواجهة بالواجهة الرسومية اللي عندك هلأ خلينا نفتح pavocontrol اللي هو pulse audio volume control طبعا فرح نقول له pavocontrol رح شوف إنه هذا البرنامج وقت اللي بيطلع عندي بهذا البرنامج في عندي عدة أقسام أول قسم أو القسم الأكتر أهمية اللي هو قسم configuration هون رح لقي كل كروت الصوت اللي موجودة على جهازي إذا في عندي أكتر من كرت صوت رح يكونوا طالعين إذا حتى الHDMI يعتبر كرت صوت لأنه بنعرف إنه عن طريق الHDMI أنا ممكن أني إنقل الصوت فأنا هون مثلا لو أجي للbuilt إن أوديو اللي بيهمني حاليا اللي هو كرت الصوت المبني بالجهاز بشوف إنه في عندي أكتر من بروفايل أكتر من ملف ممكن إني غير من واحد لتاني لشوف أي واحد اللي بيشتغل عندي هلا بشوف إنه في بعض هون مكتوب عليه unavailable فهذا ما فيني استخدمه حتى لو ضغطت عليه ما رح يطلع عندي صوت أبدا بأغلب الحالات 99% من الحالات اللي بيشتغل معك اللي هو الانالوج ستيريو output هاد إذا كنا عمالنا نستخدم البالس أوديو لحاله إذا كنا عمالنا نستخدم البايب واير ممكن إني استخدم البرو أوديو لأنا ما رح أغير هاي الإعدادات لأني عمال يسجل الصوت بس أنت بتحط على البرو أوديو وبعدين بتشي لقسم output devices كمان هلا هون رح تشي لقسم البورت مثلا كمان هلا أنا شايف إنه عندي البيلت إن أوديو فأنا بغير البورت للقسم اللي بيناسبني فأنا شايف إنه في عندي في عندي اللي هو الجكة الورانية موجودة على الجهاز وفي عندي السماعات الهيدفونز لأنه أنا واصل هلا السماعات وواصل الجكة الخارية الخلفية فهدول الاثنين ممكن إني استخدمهم لأعرض الصوت أو لحتى طلع الصوت من السماعات أو من السبيكارات كمان بالنسبة لأجهزة الإدخال الميكريفونات أنا هون في عندي جهاز تاني لتسجيل الصوت وليس الميكريفون فكمان طالع عندي آديو انترفيس فطالع إنه كإمبوت ديفايس في عندي الريكوردينج هون ما طالع عندي أي ريكوردينج مع إنه أنا عمالي سجل الصوت لأنه الصوت عمالي سجله عن طريق الجاك سيرفر وليس البالس آديو وبعدين في عندي البلايباك أي برنامج أنت فاتحه وعمالك تشغل صوت من خلاله رح يطلع عندك وممكن إنك تعدل بمستويات الصوت فهلأ أكتر مشاكل بتواجهك هي إنه إما الصوت مع ماله يطلع من الجهاز الصح أو إذا أنت كنت على اللابتوب وبدك استجل صوت أو بدك تعمل مكالمة فيديو فميكريفون الجهاز إما ما بيشتغل أو إذا كنت حاطت سماعات ومن السماعات فيها ميكريفون كمان احتمال إنه ما يشتغل فأنت بتجي للإيمبوت ديوايسيز وبتغير اللي بناسبك هاد بالنسبة إذا كنا بدنا نعمل الكلام عن طريق الواجهة الرسومية هاد بأغلب الحالات رح يحل لك مشاكلك وإذا كنت عمالك تستخدم البايب واير فبتوقع إنك ما تواجه أي مشاكل ولكن ببعض الحالات ممكن إذا كان اللابتوب في عليه الجكة اللي بتجي بتاخد السماعة اللي بتاخد السماعات والماجريفون مع بعض فبهي الحالة احتمال إنه ما يطلع عندك ما يسجل الصوت أو ما يلقط الصوت من الماجريفون الداخلي أو من ماجريفون السماعات بهي الحالة الباور كونترول ممكن إنه ما يحل لك المشكلة فهلأ منيجي للترمينال لنشوف شو بدنا نساوي بالترمينال أول شي رح نكتبه عندي برنامج اللي هو P-A-C-T-L P-A-C-T-L هذا البرنامج على Ubuntu موجود ما في داعي إن ينزله على Arch ما في داعي إن ينزله على Debian ما في داعي إن ينزله ولكن على Fedora 35 هذا البرنامج ما رح يكون موجود لأنه أنا في عندي ال-PipeWire الافتراضي فهنن ما عندهن حزم Pulse Audio فلحتى نزل هذا البرنامج على Fedora رح يقل له sudo dnf install pulse audio pulse audio-utils هاد بعد ما نزلو على Fedora رح يكون ال-P-A-C-T-L موجود عندي فإزا رح يقل له P-A-C-T-L space info هاد رح يعطيني معلومات عن سيرفر الصوت اللي شغال عندي فمتل ما اللي شايف أنه أنا عندي السيرفر نيم هو شايفه على أساس أنه Pulse Audio بس شغال على ال-PipeWire هلا هون اتأكدنا مية بالمية أنه ال-PipeWire شغال والأمور سليمة طيب بعد هاد رح نشوف أمر تاني ألا وهو P-A-C-T-L space list ورح قل له syncs لحتى شوف شو هي مخارج الصوت اللي عندي فإزا ضغطت Enter أول شي رح شوف أنه فوق رح يعطيني الثينك الفعال حاليا اسم الثينك أو المخرج اللي هو الآلسا باعتبار أن الآلسا اللي هو بيخلي كل شي يشتغل فرح شوف أنه اسم هاد المخرج اللي هو الآلسا output بلا 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 analog stereo بيجي لنهاية الآلسا رح شوف عندي اللي هي المخارج رح شوف أنه في عندي بحالتي أنا على جهازي في عندي مخرجين في عندي مخرج اللي هو الجكة اللي موجودة ورا وفي عندي الهيدفونز اللي هي جكة السماعات اللي موجودة بالتاور من قدام فأنا عندي هدول المخرجين طيب إذا كان بدي يغير الصوت من مخرج لمخرج يعني بدي أنا أسمع على بدي أسمع الصوت من السماعات بدل ما يكون من الجكة الخلفية اللي هو بشكل أوتوماتيكي وهذا الشي الصح أنه وقت اللي بتوصل للسماعات رح يلغي تفعيل الجكة الخلفية وبيطلع صوت من السماعات بس لنقول أنه أنا بدي أسمع الاثنين مع بعض هاي لسا ما جربتها لنقول أنه أنا ما بدي أشيل السماعات وبيدي حول الصوت للسماعة الخلفية أو الجكة الخلفية فبهي الحالة رح قلو P-A-C-T-L space set dash sync dash port بعطي space وهلأ إذا ضغطت على التاب هو رح ياخد الديويس اللي موجود عندي اللي شفناه من شوي اللي كان ألسا بلا بلا بعدين بعطي space تاني إذا ضغطت بالتاب رح يعطيني المخارج اللي موجودة عندي فعطاني المخرج الأول اللي هو الهيدفونز إذا كنت بدي استخدم السماعات إذا ما بدي استخدم السماعات رح بدله للمخرج التاني اللي هو line out بهذه الحالة ابدل من السماعات للمخرج التاني أو من المخرج الخلفي للسماعات وما في داعي أني افتح الواجهة الرسومية هدول أغلى المشكلتين الأكتر شيوعا اللي ممكن إنها تواجهك منيجي للمشكلة الثالثة إذا ما كان في عندك صوت من الماكريفون فبهذه الحالة رح نفتح برنامج تاني كمان هذا البرنامج موجود على كل التوزيعات اللي حكيتها اللي هو alza mixer ورح أضغط enter بالalsa mixer أول شي رح اعمله إذا طلعت رح شوف إنه إذا ضغطت على F1 يعطيني مساعدة F2 يعطيني معلومات عن نظام الصوت وإذا ضغطت على F6 بيسمح لي إختار كرت الكرت الصوت المدمش اللي هو hda intel إنه أنا شايف إنه لسه في عندي الكرت الشاشة باعتبار إنه في عليه HDMI فهو يعتبر ككرت صوت وفي عندي الواجهة اللي عمالي يسجل منها فأنا رح اختار الافتراضي المدمش وبعدين إذا ضغطت على F5 رح يعطيني كافة الأجهزة اللي بيستخدمها للسماع اللي هي البلاي باك واللي بيستخدمها للتسجيل الكابتشر هلأ رح شوف إذا أنا ما طلع عندي صوت من الجكة الخلفية إذا جيت بالأسهم أنا عمالي اتحرك إذا تحركت بالأسهم هلأ هون طال عندي في عندي إذا انتبهت على يمين الشاشة في عندي أسهم لأنني كمل لليمين إذا رحت لليمين للآخر رح شوف في عندي قسم اللي هو الـ هاد إذا كان مكتوب عليه فوق هلأ مكتوب عندي بس إذا كان أنا بتحرك بالسهم لتحت لحتى أعمله بهذه الحالة ممكن إني أسمع الصوت من السماعات ومن المخرج الخلفي بآن واحد هاد إذا كان وقت اللي بيعمل رستارت وقت اللي بيعمل إعادة تشغيل رح يضل حافظ هذا الخيار ما في داعي كل مرة إني افتحه وغيره من الألسا ميكسر هو بعد الرستارت رح يتذكر هذا الخيار المشكلة الثانية اللي ممكن أنه تواجهك بعد ما تستبدل البالز أوديو بال بايب واير أنه ممكن الصوت يكون واطي أو ما تسمع صوت أبدا فنحن موجودين ضمن الألسا ميكسر شايف أنا عندي القناة الأولى اللي هي الرقم الفلاني اللي بتكون موجود عليه بغيره للمية وبعدين وقت اللي بيعمل إعادة تشغيل كمان رح يتذكر الصوت اللي أنا حطيته بحط أي رقم بدي بحط المية بحط الأربعين بالمية بحط الخمسين بالمية لحتى يكون الصوت الافتراضي وقت اللي بشغل جهازي جنب الماستر شايف أنه عندي السماعات هلأ أنا شايف أنه تحت السماعات أو تحت البار في عندي الام ام اللي هي ميوتيد فأنا كمان إذا كان بدي فعل صوت السماعات بغير بس بتحرك بالأسهم لفوق ولتحت هلأ بضغط على حرف ام لحتى الشيل الميوتيد هلأ صارت مفعلة وبعدين بالأسهم بغير مستوى الصوت إذا ما كان في عندي صوت الماكريفون فهلأ أنا بجي لقسم الماكريفون كمان شايف أنه الماكريفون الأمامي هاد محطوط عليه ميوتيد كمان بضغط ام لحتى شيل عملية الصامت وبغير مستوى الصوت الماكريفون مثل ما حكيت إذا كان في عندي على اللابتوب الماكريفون اللابتوب وماكريفون السماعات اللي عمالي استخدمها فبيقسم من الأقسام كمان هون هلا أنا هون ما لو موجود عندي لأنه ما في عندي سماعات مع ماكريفون رح لاقي أنه في عندي سماعات أو ماكريفون السماعة بالأعمل الأغلب رح نقول أنه على سبيل المثال اللي هو هاد اللاين فشايف أنه مكتوب عليه ميوت كمان بضغط حرف ام لحتى شيل الصامت وبغير مستوى الصوت للماكريفون فهي كانت لمحة عن المشاكل اللي ممكن أنها تواجهني مع الصوت على نظام لينوكس وكيف ممكن أني حلها أنا شخصيا من أكتر من سبع أو ثمين شهور ما عدت استخدمت البولس أوديو أبدا واستبدلته بالبايب وير وبالنسبة لمشاكل الماكريفون عماله يطلع ما في صوت أو السماعات ما فيها صوت فمنحلها عن طريق الألسا ميكسر بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم لا تنسوا ضغط زر الأجاب ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم بالنسبة لغير المشتركين الاشتراك بالقناة معناه أنه مجتمع لينوكس العربي أكيد عماله ينمو ونصير أكبر أكبر كل يوم بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله